اخواتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كرحمة عليكم من طانجات القويرة خصوصا الناس اللي مقيمة في برا كذلك من فرنسا حتى الاسبانيا الناس اللي متبعنات القضية لدمولة الباليزة هذي اللي درجة كبيرة هذي المجرمة هذي اللي خفات هذي الموسينة اليوم تم يعني لقاو الباليزة في واحد الواد يعني طايفة في الماء في مكانس يعني في النواحي في هذ دار لدمولة الباليزة هذي الشي اللي خلا تمشيط هذي الواد هذا من الناس اللي مختصة في هذ شي كما كتلاحظوه هنا بحال لقاو واحد دليل اللي هو ملموس او اللي احنا نقوله بانها تقد تكون تلاحت بالباليزة ديالها في هذي الواد الله اعلم ولكن سؤال المطروح واش هي اللي لاحتها او الناس كانوا متافقي معاة السيدات دي هي اللي لاحوا ديك الجوتة في ديك الواد مع العلم ان الباليزة كانت فارغة ولكن كانت محلولة والشي واحد لقاها وفتحها وما يشاف ديك الشي تخلع وهرب او تحلت بقوة التحليل يعني تحلات في دي كلمة وتحلت وبشات الجوتة بوحدة والباليزة طلعت الفوق وبقات غادة تتميل غادة مع الواد اكتشفوا الناس وعلموا السلطات والباليزة وتتم جاءوا في ديك البلاسة وقلبوا ديك البلاسة مية في المية هذي الجريمة هذي اللي وقعت يعني في واحد المدينة اللي كانت بسيطة كانت مولاتها يعني الضحية كانت بسيطة مع العلم انها كانت عندها علاقة مع هذي مولة الباليزة يعني كاصدقاء الشيء اللي خلا مولة الباليزة تحقد عليها السيدة هذي حقدت عليها تماما ومشات خطة واحد الخطة اللي هي جهنمية مع من هي والابن ديالها ديك المتخوط للوالدين بعض المرات الابناء كيتبعوا لوالديهم ولا كيف الحاجة الصحيحة اماميك تكون واحد الحاجة او الام فاسيدة را ما يمكنش الابن يعني يتبعها انترى عندك عقل وخات تكون قاسع وخات تكون 13 عام عندك رك تفهم كتفهم اجي كتفهم السير كتفهم كتفهم يعني إلا قتلك يتشارك معي بحال في هذه الجريمة يجب عليك تتعلم بها السلطات يقول لهم شوفوا الوالدي جنه قاتلية السلطات تقوم بالواجب وانتا تكون نقطي واحد الروح ونقطي تلقوم من تاعك اللي كازا تمشي في الاعدام وتمشي وتدير واحد تنب مع الله تكون نقطيها تقضي واحد العقوبة ديالها لتجعلها تفكر يعني تفكر بأنها ما تديرش هاد الجرم ولكن انت إنسان دمدومة إنسان مقلخ طمعاتك بعض الفلوس فمشيتي قمتي معا بالجريمة هاد الجريمة الخطيرة اللي كانت الضحية ديالها مرأة مسنة يعني يمكن تقريب من ديك السبعين سنة عندها يعني مشات الضحية بوحد السبب لي هو بسيط كما احنا كنشوفو في الاوينة الاخيرة والله جرائم يعني تافهين يعني ما كان بحثوا على السبب تافهين بحال واحد الجريمة كتوقعت في مدينة فاز يعني إنسان حرق راسه وعليش؟ بحيث واحد الإنسانة طلت عليه مشترجم قلت له ما تبيعش تحت منظاري خرجت معروفة ديك الإنسانات هي واقحة معروفة بأنها كتقدت بوحد على الإنسان تطيح له الباطل فهو من ما يعني ما قدش مرضاش حدا القهاوي حدا كل شيء بأنها بقات قد ضربه بسقل وبقات وبقات بقات طر بأنه يعني يكب عليه مادة الدوليو فكما كتلاحظو الجرائم اللو يعني ميكانا بحثوا على السبب قلقوها بسيط فهذه المولة الباليزة هذه كان السبب هو الصريقة يعني جمعوا عليها بزاف دي الحواج وبقات كتداعي بأنها أحزق لها يعني بوحد المعنى يعني يطار لها الفريخ باش تخفف عليها الحكم يعني هذه إنسانة يعني داكية في تحراميات إنسانة وخد شدت ما بغتش تعطرف في ندل الجودة أنا كنظن يعني المعتقد دي مهم ما بغتش تعطرف في هاد القادية داخلين فيها يعني بزاف دير الرئيوس لا يمكن أن تكون هي هي والإبن ديالها قد يكون نموسينا عند حسابات قدام عشي واحد وهنايا يعني جات الفرصة فاش تخلص هذا الشيء لماذا؟ مولة الباليزة باقمت بالكلام ديالها اللي هو كامل كاذيب وبالعاني قد تدخل وتخرج في الهضرة كما سابقا دعت بأنها أكلتها ودعت بأنها درت في الماكينة ديال الكفتة وطحنتها يعني الشيء اللي تقول انت فعلا هاد السيدة رأى حمقاء فعلا هاد السيدة ولكن الحمقاء ما يمكنش تديرها في الخنشاء وما يمكنش تمشي في الطناويل وما يمكنش تخفي تخفي أفوان الجثة نهائيا ولكن الحمدلله هنا هاليوم تبيننا بأن الباليزة تلقات في واحد الواد واش تلاحظ نيت في ذيك الواد واش بغاوا يوهموا السلطات بأنها تلاحظ في الواد يجبك تكون يعني حاضر في هذه القضية هذه القضية لم تتبعينها تعمل المتتبعين فمتبعينها من داخل الوطن وخارج الوطن وتمسؤولين لكي يرون نهاية تلقات الصعادة واش بالصح تلقت هذا الجود تلاحظ في هذا الواد ولا يريد أن يوهموا السلطات الضيئة والمجهود كما ضيعته في تمشيط تلك المنطقة في نساكنة هذه المنطقة حقا ما حقا قالوا بأنها تدفنتها وهي لا يمكن يعني أنا أقول في الأول لا يمكن أن تدفنها تكون عندها تسرعة في إخفاء يعني أمعالم الجدة أعطيتكم احتمال بأنها تكون لحظة في واحد البير أعطيتكم احتمال بأنها تكون حرقتها يعني كاننا نشعر الوالة التي هي سهلة للتخلص من الجدة يعني يعني رأكينا القضايا يعني لماذا تقديم الجودة واقسموهم الطرف وكل كل خلاصة والعائلة يجب أن نوضحها على دمولة الباليزة كما أردتم في الجلسات كلهم يبكيوا و يحضرون تشجيرين كل شيء يحضر و يبكي على السيدة بحيث فقدوا هذه السيدة لا أردتها تصور أخوتي مجرم كاين و الجودة مكاينة تصور أخوتي مجرم و تصور أخوتي مجرم و تصور أخوتي مجرم و تصور أخوتي مجرم فهذا الشيء لا يُعقل باتاسم لا يُعقل لتصور أخوتي مجرم و يخرج بطرفة لسانية يقول أنها تصور أخوتي مجرم و تصور أخوتي مجرم لكي مجرم لا يدخل الفكرة في رسولة و يقول أنها سأحمقها شكرا